مشاهدين الفاضل نرحب بكم في هذه الحصة الإخبارية المتواصلة على قناة الأخبار المغربية تمكن المكتب المركزي للإبحاث القضائية مدعوماً بعناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن صباح يوم أمس من توقيف خمسة متطرفين موالين لتنظيم داعش الإرهابي وذلك للإجتباه في انخراطهم في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية في إطار ما يسمى بعمليات الإرهاب الفردي لتسليط الضوء على هذه العملية وعلى مخاطر الظاهرة الإرهابية وتطرف داخلياً وخارجياً وجهود المغرب للتصدي لها يسرنا أن الصديف اليوم ضمن فقرة ضيف الصباح الخبير في العلاقات الدولية السيد حسن بلوان أستاذ مرحباً بك مرحباً حسن إذن توقيف خمسة أشخاص كانوا يحضرون لعمليات تخريبية في مناطق متفرقة وهذه العملية تمت في وقت مناطق مختلفة من المغرب وفي توقيت متزامن كيف يعكس هذه العمليات؟ كيف تعكس السياسة أو المقاربة الاستباقية في التعاطي مع الظاهرة الإرهابية ومع المخاطر الإرهابية بشكل عام؟ نعم سجل المكسب المركزي للإبحاث القضائية هو حافل في مثل هذه الضربات الاستباقية ودم شهود له داخلياً وطنياً وأيضاً على مستوى الدولي هناك مجموعة من التقارير الدولية تشيده بالجهود التي تبدلها المملكة المغربية في محاربة الإرهاب لكن أريد أن أتوقف عند نقطة مهمة وهو أن هذه النبتة الخبيثة هي غريبة عن المجتمع المغربي المعروف بوسطيته واعتداله إذن هي بيئة تستعد ضعاف النفوس من الخارج لترويج هذه الأفكار المتطرفة لكن الحمد لله المغرب بلد عريق بلد مؤسسات يعني من بين هذه المؤسسات مؤسسات أمنية متمكنة دائماً تقوم بمجموعة من الضربات الاستباقية يعني خطط استباقية تجنب المملكة المغربية مجموعة من الجرائم المتطرفة أو حمامات الدم كما يقع في مجموعة من الدول إذن هي خطوة استباقية أخرى تنضاف إلى السجل الحافل والمتميز للمؤسسات الدستورية الأمنية المشهود لها بالكفاءة داخلياً وخارجياً حسن ربما اللافت في هذه العملية وأن مخططات اشتغال هذا المشتبه بهم كانت أن تقوم على ما يسمى الإرهاب الفرضية وما يسمى بالدئاب المنفردة التي تعتمد على تنفيذ العمليات واستهداف تحديد الأهداف وتنفيذها بشكل فردي وليس جمع ربما هذا ما يزيد من صعوبة السيطرة على متهد هذه العملية لكن مصالح الأمنة المغربية تمكنت من توقيفها الأشفاص المشتبه بهم كيف يعكس فعالية المقاربة الاستباقية المغربية؟ نعم أولاً يمكن أن نتحدث عن تنظيم داعش والجماعات المتطرفة بصفة عامة تعيش تراجعاً ملحوظاً لكن هذا التراجع يضيف تحديات أخرى خاصة عندما يتحول هذا العمل الجماعي إلى عمل فردي بالإضافة إلى ذلك هناك تفرق في الأفكار وتفرق في التوجهات الإرهابية المتطرفة وهذا يزيد عبئاً على المصالح الأمنية ليس فقط في المغرب وإنما على مستوى العالم لكن الحمد لله لدينا مؤسسات أمنية كفأة تقوم بمجموعة من الضربات الاستباقية تقوم بمجموعة من البرامج الأمنية التي تستهدف الجماعات والأفراد والدلال على ذلك وهو مجموعة من التدخلات الأمنية التي قامت بها المكسب المركزي للأبحاث القضائية قامت في مجموعة من المناطق المتعددة وهذه يمكن أن نستشف منها ضربات استباقية بالإضافة إلى تتبع دقيق لكل عناصر الإرهابية أو المحتمل أن تكون إرهابية خاصة ونحن نتحدث عن عمل فرضي هناك تورا في المواصلات يستطيع منها هؤلاء الوصول إلى ضعاف النفوس داخل المغرب بالإضافة إلى أن التفكير الداعشي هو تفكير عالمي يمكن أن يرجى جميع البيوت لذلك فالضربات الاستباقية أو العمل الميداني المسبق الذي يسبق هذه التدخلات هو الكافيل والفيصل في مثل هذه العمليات سيحزن ربما تفكيك هذه الشبكات أو توقف مثل هؤلاء الشخص يأتي من حل آخر ليذكر باستمرار الخطر الإرهابي ودرورة التصدي له هنا المقاربة المغربية لا تكتفي بالبعد الأمني بل هي متعددة الأبعاد تراعي ما هو تربوي وتأثر الحقل الديني هل هذا المقاربة المتعددة الأبعاد ربما هي سر النجاح وراء فعالية الجهود المغربية نعم بالتأكيد لأن المملكة المغربية منذ هجمات 2003 الأرهابية استطاع أن يقوم بخطة شاملة لمحاربة هذه الظاهرة الماقية على ما هو اجتماعي ما هو ديني وما هو قانوني إلى غير ذلك على المستوى الاجتماعي هناك لدينا مجموعة من برامج لتأهيل مثل هؤلاء أيضا عن المستوى الديني يعني تأهيل الحقل الديني خاصة وأن المغرب يعني معروف بريادته إفريقيا وعربيا في المجال الديني الوسطي المعتدي وبدال على ذلك أنه يحتضن مجموعة من المعاهد لأئمة والمرشدين والعلماء الأفارقة وهذا كان مشهود له من جميع الدول العربية والدول الإفريقية بالإضافة إلى ذلك تطوير الترسانة القانونية حتى لا يتعارض تصدي للإرهاب والتطرف مع مفهوم حقوق الإنسان الذي يمكن أن نقول بأن المغرب رائد في هذا المجال إذن هذه المقاربة الشاملة جعلت من المغرب من أكبر الدول المواجهة للإرهاب بطريقة احتلافية وحكامة رشيدة هذه الجهود مكنت من تحييد مجموعة من المخاطر مع عدد من الشركاء خارج المغرب في أوروبا في فرنسا في إسبانيا وفي بلجيكا تنفكيك ساهمة المعلومات التي وفرها المغرب والتنصيق والتعاون ساهمة في تحييد مجموعة من المخاطر كيف فرض المغرب نفسه كفاعل دولي موتوق به في مكافحة الإرهاب والتطرف نعم هذا ما أريد أن أصل إليه بأن المغرب أصبح يحتل مكانة متميزة على المستوى العالمي في مواجهة هذه الضائرة والدريع على ذلك هو أن تنصيق الأمني على المستوى الإقليم وعلى المستوى الدولي وأنا أريد أن أسطر على المستوى الإقليمي هناك جارة الجزائر ترفض دائما الاقتراحات المغربية من أجل التنصيق الذي يمكنه أن يعود على المنطقة بالخير والأمن لكن أعتقد أن الشركاء الدوليين الآخرين يتيقون في الجهود المغربية ويتيقون في المؤسسات الأمنية المغربية والدليل على ذلك هو أن المغرب ساهم في تحييد مجموعة من المخاطر على المستوى الأوروبي وعلى المستوى حتى الولايات المتحدة الأمريكية ولا غرب أن يصدر تقريب خارجية الأمريكية يشيدوا بالجهود الأمنية والمؤسسات الأمنية المغربية المشهود لها بالإحترافية والكفاء هذا السياق أو هذا الكل المجموع الذي يمكن أن نتحدث عنه أضحى فيها المملكة المغربية مكانة متميزة على مواجهة الإرهاب ولمدة ولايتين المغرب إلى جانب مجموعة الدول مع كندا يرأس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المغرب يحتضن الأمم لمكافحة الإرهاب الإفريقي إذن هذه الدينامية وهذه الجهود التي يقوم بالمغرب جعلته يحظى بمصداقية تامة تجنب المغرب وتجنب شركائه الدوليين والإقليمين تابعات الدم أو حمامات الدم والنار حسن ربما تكوين الأمم الأجانب ربما هو واجه من واجهات هذا التعاون ومظاهر هذا التعاون الذي يقدمها المغرب خصوصا مع شركائه الأفريق نقطة إضافة ربما تعزز هذه المقاربة نعم خصا وأن مجموعة الدول في إفريقيا تعاني من الهشاشة وتعاني من حلال الأمني خاصة إذا تحدثنا عن منطقة الساحل والصحراء التي تربطنا بها علاقات استراتيجية جدا فجاءت هذه المبادرة من أجل تكوين الأئمة والمرشدين واحسدان المغرب لمؤسس محمد السيدس في هذا المجال من أجل خطوات استباقية حتى نواجه هذه المقاربة بطريقة شاملة تختص بما هو اجتماعي وما هو ديني وما هو قانون وما هو سياسي إلى غير ذلك إذا المقاربة الأمنية الضيقة أو المواجهة الاستئصالية الضيقة لم تؤتي أكلها لدينا نمادج في مجموعة من الدول لكن المقاربة بعيدة المتوسطة وبعيدة المدى هي التي مكنت المغرب من أن يبني مؤسسات قوية دستورية تراعي حقوق الإنسان وتواجه الإرهاب بالإضافة إلى أنها وركمت تجارب جنبت المغرب مجموعة من الهجمات الإرهابية نعم الخبير في العلاقات الدولية سيد الحسن بلوان نشكرك على كل هذه المعطيات شكرا لك مرحبا